ما تفسير الدهشة؟ أو كيف تضحك من سخرية إن كنت مهموماً وأكثر؟ ما معنى أن تكون عراقياً بلغة الذهب والمال وأكبر مخزون في الدنيا من آبار النفط ودينارك اليوم مثار غرابة عند كل الأمم؟ ولو نطقت دينارو عن الحال لأبكت قصته جموع البشر وليس خيالاً لكنها حقيقة تدهشك وتبكي عليها فديناروك العراقي صاحب التاريخ العريق في عام 1947 كانت الألف منه تشتري لك محلة بأكملها والمحلة في العراق جزء من محلة سكنية مترابطة قد تصل بحجم حارة كاملة تخيل بألف دينار عراقي في الزمن القديم تشتري باب الحارة والحارة وما فيها أصبحت الطعنة في قلب الدينار بيد الحروب والأطماع والبوغات فبدلاً من أن يتطور أصبح منذ ذلك الزمن يهوي كل عشر سنوات لقيمة صادمة فالألف دينار التي كنت تشتري بها قطعة أرض أصبحت لا تساوي خمس بيضات أو سبع صمونات والصدمة الأكبر أن ألفاً في هذه الأيام تساوي فقط أربع كممات تطورات للدينار تزيد الوجع وجعاً أصبحت قصة الناس بلسان الدهشة والغرابة والسخرية القاسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر